تقول فضيلة الشيخ قمت بأداء العمرة مع أهلي وأنا مصابة بألم في الساق نتيجة كسر بسيط والحمد لله ولكن الألام تعاودني مع كثرة المشي والسؤال هنا يا فضيلة الشيخ هو أنني أثناء الطواف بدأت أطوف وأجلس قليلا لأستريح وأريح قدمي وأريح قدمي مريضة وهكذا ولكن الألم اشتد علي حتى جعلني أترك الشوط الأخير ماذا علي الآن وما الحكم إذا كان والدي قطعت عني في الشوط الأخير وفي نفس الوقت الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأرسان إله يمد الطواف الذي وقع من هذه المرأة لم يصح وإذا لم نفح الطواف لم يفح الساق وعلى هذا فهي لا تزال الآن في عمرها يجب عليها الآن أن تتجنب جنيع محظورة في الإحرام ومنه معاشرة الزوج إن كان لها زوج ثم تذهب إلى مكة وهي على إحرامها وتطوف وتسأى وتقفل من أجل أن تكمل العمرة إلا إذا كانت قد اشترتك عند اتداء الإحرام من حبثني حابس فمحلي حسو حبثني فإنها قد تحللت الآن ولكن لزلها عمرة لأنها تحللت منها وإنني بهذه المناسبة أنصح أخوان المسلمين من التهاون في هذا القول فإن من الناس الآن من يسأل عن حج أو عمره لها سنوات فخلى فيها بركن وجاء يسأل سبحان الله إن الإنسان لو ضاع له شاف لم يبت ليلته وحتى يجدها فكيف بمسائل الدين والعلم فأقول إن الإنسان يجب عليه أولا أن يعلم قبل أن يعمل ثانيا إذا قدر أنه لم يتعله وحصر خلال فالواجب المبادرة لكن بعض الناس يظن أن ما فعله صواب فلا يسأل عنه ولكن هذا ليس بعدر لماذا ليس بعدر؟ لأنه إذا فعل ما يخالف الناس فقد خالف فلابد أن يسأل لأن الأصل أن مخالفة الناس خطأ فلو قدر مثلا أن إنسان سعى وبدأ بالمروة وختم ذا الصفاء هذا خالف الناس وإذا خالف الناس فلابد أن يسأل لا يسكت حتى يأتي لها ذلك لا بد أن يسأل فهو غير معظور في الواقع ما دام فعل ما يخالف الناس ليس معذورا بتأخير السؤال فعلى المرء أن يسأل ويبادل بالسؤال أحيانا لا يسأل ثم تزوج المرأة والرجل وهو على إحرام وحينئذ نقول لا صح لا أفد من إعادتهم فهذه المرأة مثلا فلابد أن يتزوجت بعد أداء العمر فالنكاة أعرف صحيح يجب أن تذهب وتكمل عمرتها ثم تعود وتجدد العقد لأنها تزوجت وها على إحطانها فالمسألة خطيرة 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 نعم